قبل برضك معلش علشان أنا يعني الناس اللي تبعاتلي الرسائل على الصفحة ومش عايز أبخص حقها ولكن بصراحة يعني بفكر أقول لهم بطلوا اتصالات وبطلوا صفحات لأن بجد الأسئلة بدأت تخرج عن المستطاع إنما لو تكرمت الأستاذة مونة تنزل لنا السؤال كده اللي أنا أقوله على المعاشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا جوزي طالب مني طالب إيه اره بالله عليك واره معايا كده للسؤال وشوفوا السؤال وشوفوا العجب والعجاب اللي إحنا بنقشه عشان أنتو الناس بتقول لي أنت بتكلمني عن علامات الساعة عليه بتكلمني عن القبور لي عشان نفوق شوفوا السؤال أنا جوزي طالب مني طلب طبعا إحنا شلنا الاسم احتراما لصاحبة السؤال أنا جوزي طلب مني طلب غريب قوي وإنا مش عارف أعمل إيه هو عايز يجيب واحدة البيت وعايز يجمعنا مع بعض وانا لسه في اول سنة جواز وحامل وكمان عاوزني اعمل ميكرو بليدجن وعاوزني اعمل عملية تجميل في جسم شفط دهون ونفخ في اماكن معينة انا عارف ان كل ده حرام وانا مش عارف اعمل ايه ممكن حضرتك تنول طريقي والله يعني لو ان السؤال جايلي شخصي فحق امتنع عن الاجابة لكن بما انه جايلي في القناة ولازم اجاوب فانا بقول لحضرتك من غير الكلام نصيحة وخديها بكلمك اخ بعيدا عن الشيخ وبعيدا عن الدين وبعيدا عن اي شيء والله اطلق دلوقتي وانت الفائزة اخرج من هذا البيت ثورا وانت الفائزة لا خير في هذا الرجل ابدا ويا رب يكون سمعني وانا بقول له يا سيد لو سمعني ابو سيدة كرف علي قضية وقول الشيخ قال لا خير فيه يا جماعة احنا عندنا حاجة اسمها الانسانية قبل الاسلام اصلا لو انت متجوز اتنين ما ينفعش حضرتك تجمعهم في فراش واحد ليس من الديانة وليس من الانسانية وليس من المرؤة وليس من الاخلاق وليس من الرجولة فضلا ان هي بتقول لك ايه طلب مني طلب غريب عايز يجيب وحدة وحدة دي طبعا مش مش قالتلك مرات ويبقى مما يوحي ان السؤال عايز يجيب وحدة في الحرام بالله عليكم امه تنتظر نصره من ربنا ورفع الغلاه يبقى دي اسئلتها بالله عليكم اكسموا عليكم بالله امه تنتظر ان ربنا يقولوا يا رب انصرنا عايزين ربنا نصرنا بالاشكال دي بالله عليكم امه تنتظر ان ربنا يرفع عننا الوبا والغلا وبعدين دي اسئلتنا اول سنة جواز يا سيدي بالله عليك جاب واحدة في الحرام تجاهر بها وتدخل البيت بها ومش كده وبس ده بيأمر زوجته ان هي يكتامعوا الاتنين مع بعض ان لله وان اليه راجعون لو الاتنين زوجتين كنت قلت الراجل مش فاهم نفاهمه ونقوله ان ده عيب وان ده ممنوع وان ده مكروح وان ده حرام وان ده مش من المرؤة ولا من الاخلاق ولا من العدل ولا يجوز للمرأة ان تنظر الى عورة المرأة ومن الادب مع الزوجتين ان استقبلت الاولى تستدبر الاخرى وان استدبرت الاخرى تستقبل الاولى ده ادب انما حضرتك ايه الجرء اللي جات لك دي ايه جرءتك على ربنا سبحانه وتعالى دي وتعالى بعد كده معلش يا سيد احمد المايكرو بليدنج المايكرو بليدنج انا بقولهم اي عمليات التجميل التي انا اميله الى الابتعاد عنها مطلقا لكن اذا اختلط اي نوع صبغ بالدم حرام اي نوع اصباغ يختلط بالدم حرام وانا عايز اقول لكم مراكز التجميل اكثرها يكذب واكثرها يدلس على الناس وهذا رأيته بعيني قالوا للناس انه ده مؤقت وما بيبقاش مؤقت وبيبقى مستديم والذنب عليك وعلى مركز التدميم وكي مركز التجميل تشفطي دهون تتجملي في اماكن معينة كل الكلام ده يا اخي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القرآن لقد خلقنا الانسان في احسن تكوين ربنا بيقول صبغة الله ومن احسن من الله صبغة اما هي مش عجبات تجوستها ليه بالله عليك اما هي مش رضي نفسك تجوستها ليه بالله عليك عد الى الله سبحانه وتعالى وارجع كده لنفسك عشان تبقى راجل ما تبقى الذكر امتنا تعاني نظرة في الرجولة وفرة في الزكورة ويا اختي لو سمعاني والله اطلاء انت الكذبانة فمثل هذا لا تستقيم معه حياة لا على المستوى الآجل ولا على المستوى العاجل اشتركوا في القناة